من اكتر انواع الحلويات السهلة اللي تحضيرها ما بياخد مننا وقت واحلى اشي انه ممكن نحضرها قبل بيوم الحلويات الباردة اليوم حلى قهوة كتير سهل رح نعمله باكواب صغيرة فردية اول اش رح ابدأ في وعاء او بولة عندي كيك شوكولاتة جاهز بنقدر نستخدم اي نوع متوفر عنا رح اخذ هذا الكيك وافتته بايدي عادي بنقدر كمان نستخدم الكيك المنزلي العادي اللي احنا عاملينه يفضل تكون نكهته على شوكولاتة اخترت اقدمه بكاسات صغيرة لانه الكمية اللي رح اعملها اليوم كمان مو كبيرة رح ابدأ باستخدام معلقة احط بكل كوب كمية من الكيك وارسه داخلها شوي بدي اعبي طلت الكوب من تحت بالكيك رح اتابع كل الاكواب بنفس الطريقة بعد ما عبيت الكيك بالاكواب بهالشكل رح ارفعهم على جنب هلأ في طنجرة صغيرة او كسرولة رح ابدأ بعمل خليط الاهوة رح اضيف هون كوبين من الحليب يا اما يكون الحليب بارد او بدرجة حرارة الغرفة ممنوع نستخدم حليب سخن ثلاث معالق كبيرة نشا نشا الدورة او مايزينا معلقة كبيرة من النسكفة او القهوة سريعة الدوبان معلقة صغيرة من الكاكاو والخام غير محلة معلقتين كبار سكر اخر اشي رح اضيفه هو معلقة صغيرة فانيلا رح احرك هاي المكونات على البارد قبل ما ارفعها على النار حتى تدوب معاي كتل النشا والكاكاو والنسكفة مع الحليب حطيت الطنجرة على نار متوسطة مع التحريك المستمر تقريبا بتحتاج دقيقتين لتلت دقايق لا يبدأ يتكثف معي الخليط ويغلي ما رح تحتاج معي وقت كتير لانو انا عاملة كمية قليلة نقدر نضاعف كل المكونات لنحصل على كمية اكبر ونعمل نفس الطريقة باستخدام آلب كبير ضروري جدا نستمر بالتحريك والنار ما تكون كتير عالية حتى ما ينحرق معي الحليب وما يتكتل معي النشا بدأ معي الخليط يشتد ويتقل ما بدي اغليه كتير مجرد غلوة واحدة حتى ما نفسد قوامه بس اشوف الفقاقية الكبيرة ظهرت على الوجه كون هيك حصلنا على القوام اللي بدنايا هيك صار الخليط معي تمام رح ارفع عن النار رح ابدأ هلأ اصب الحلا مباشرة وهو ساخن من النار فوق الكيك بالاكواب لاحظوا كيف قوامه جامد هيك لازم يكون معاكم بحاول اوزع الخليط على كل الاكواب بالتساوي واذا استخدمنا آلب كبير منصب كل الكمية مباشرة حاولت اني اصاوي الوجه بواسطة معلق او تركت شوية فراغ حتى ازين الاكواب هلأ رح اتركها تبرد بدرجة حرارة الغرفة تماما بالنسبة لتزيين الوجه بعد ما بردت الاكواب تماما هو اختياري ممكن نتركها زي ما هي ممكن نرش وجهها بالكاكا والبودرة ممكن كمان نستخدم النوتلا او الشوكولاتة المبروشة وكمان تقدروا تعملوا مثلي ونستخدم سوس الشوكولاتة الجاهز عشان انا ادعم النكهة اكتر واخليها بنكهة الشوكولات زاكية هيك صارت الاكواب عندي جاهزة لازم ابردها بالتلاجع الاقل ساعة قبل التأديم تشوفوا ما احلى اللون الاحمر مع الوان للشوكولات وهلأ صار وقت نجربها الحلوة اللطيفة البردة طبقات من النكهات اللطيفة صحتين